مين أول صوت نسائي لفت نظرك لفت سمعك يعني أنت؟ أنا؟ صدقني لا قبلي قبلي والله والله تعرف كنا في رحلة مرة مش عارف في الباس ولا في الطيارة على أموم نسمع في واحد حتتت السماعات ويسمع كل يسمع اسمع الصوت فاهم كنتش عارفين احنا ما كناش نعارفين شكون الصوت أكيد عارفين أنه فنانة مصرية صوت مصري تغني مش عارفة اتي صغيرة حرطيت والله غير مجاملة مصدقني انا اتفاجئت أصلا بالإجابة والله العظيم أنا متخيلة أنه هنحن نروح في مدة تانية خالص لا يعني إيه ده الجيل متاعي نحكي أول أكيد إحنا سمعت فنانيك يعني فنانات الراحلات طبعا أكيد سمعناهم ما في الشكل وهعارف منك لازم هتقولي أكيد أما أول صوت نسائي معاصر أو جيلي أو نعتبر نفس يعني لأنه احنا كنا صغير صغار في رحلة وكذا فهو سمعت صوتك كنت تغني أذول أكيد مش أغانيك لكن كنت تغني أغنية من أغانيك وكنت صغيرة ما زلت معناها مش معندكش إنتاجات خاصة طبعا وقتها أول وطبعا عجبنا جميعا صوتك والله ولليوم يعني أكيد طب و في صغر سنك جدا يعني مين الصوت النسائي غير مثلا السيدة أم كلسوم أكيد كنتوا بتسمعوها في البيت وفي تونس كلها مين الصوت التاني اللي كان بيبسطك بالنسبة لي أنا طبعا سيدة أم كلسوم وردة وردة يا سلام طبعا عليا يا سلام طبعا يا سلام على ده صوت يا سلام على ده صوت يعني الفنانات كل واحدة عندها خاصية كل واحدة عندها سكة الوحدة سكة ومنطقة وطريقة غنى وطريقة أداء عليا كان عندها طريقة أداء جميلة يعني أنا فكرها كويس جدا صعب أداءها صعب خاص جدا أنت قلت كلمة الخصوصية دي عندها خصوصية غير عادية غير عادية صراحة يعني فمن الفنانات أكيد يعني اللي أنا بصراحة عليا كان مشورها قصيف مشكلة دي مشكلة وردة أنا بحس أنه يعني لأنه أنا مزاجي ومزاجك يعني فيه راب جدا بحس أن وردة مدرسة بعد السيدة أم كلسوم هي احتلت الساحة كصوت نسائي صح فبشوف أنها مدرسة مهمة جدا في حياة كل المطربين ومطربات يعني هي استفادت من محمد عبد الوهاب جدا استفادت جدا من بليغ فأنا عايز أسمع مزاجك أنت كان إيه؟ شوف وردة أولا جمال وردة كفنانة وكإنسانة شوف أنا التفاصيل أي فنان شوف تفاصيله تفاصيل اللي هي عدا أنه غناءه فتفاصيله وحضوره وحركته وكرثوم والقوة الشخصية طبعا عن المسرح ما عندهش يوم مرحمين يعني مدرسة خاصة جدا وردة اللي هي السهل عليك السهل عليك أنك تضحك تخليك تبتسم وتغني اللي هي أنها مفرحة مبهجة مفرحة فتغني لما تغني يتغني لك بطريقة لتخليك أنك الأغنية أنت عارفها والريدي عارفها وسماعها وتعيشك في الأغنية في الأداء المألوف ده بالضبط طبعا تفاصيل مغنى والجروبات والحركات والقفلات لأنه أنا فتحت عيني لقيت السيدة أمو كلسون كانت في أواخر أيامها إنما ابتديت أشوف حفلات السيدة وردة على الهوى في التليفزيون صح فكانت بالنسبة لي بعدين فهمت مين أمو كلسون بعد شوية بس المدرستين عمرهم بالنسبة لي ما يعني ما فضلتش واحدة عن التانية بس لما تفتح عينك تشوف نجم على الهوى قدامك عنده زي ما بتقول كده تفاصيله وعنده طريقة أداء ووقفة وبهجة في الصوت زي ما قلت أو الضبط فهي بقى بتبتدي أنت تشرب حاجات أو تاخد حاجات أو تبتدي تحب النجمة ده يبقى نجمة كالمفضل أكيد قابلتها أنت عاتمة وردة وردة عندي علاقة بها قريبة جدا الله يرحمها يعني بمثابة يعني مثل مثل والدتي يعني إلى حد كبير فضيجاراتي للمصر دايما على طول كنت هتغنوا مع بعض أنا فكرة كنا كنا على الأسف ما تمش الدويت ولكن كنا حيبقى يعني كنا حيبقى مش متش مش متش لا والله عملنا عملت أغنية لحنة برضو يعني لحنة وكلمة ثانية عبد الكريم وكانت سعيدة بالدرر يعني سمعت هي آآ أنا مشيت لها للبيت وقتها وسمعتها كان لحني مين لحني لحنة طل عمري وأنا بحلم فلما توفت الله يرحمها غيرتها كأغنية تكريمية لوردة سميتها وردة رحلة 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 اشتركوا في القناة